والله أعتقد أن الإدارة الهلالية استدركت أشياء كثير في الفترة الأخيرة بالذات مع قدوم بيدرو المدرب اللياقة فأعتقد أنه لاحظت إدارة الهلال أنه في مشاكل في الإصابات في مشاكل مع بعض اللاعبين فنيا أشياء تستدعت أن الإدارة الهلالية أعتقد بكل احترافية بإمكانها تستدرك وضع الفريق وضع الفريق مخوف للجماهير الهلالية والمتابعين المحبين للهلال في هذه الدرجة؟ مخوف إذا كانت تكلمنا على الهلال فرط في نقاط كثير جدا كانت كفيلة أنه تخلي الهلال يغرد خارج السرب هذا الشيء كان واضح للعيان جماهير ومتابعين والكل فبالتالي الآن الفريق بستة وثلاثين نقطة أقرب منافسينه بأربعة وثلاثين نقطة لأهلي أنا أعتقد أن الهلالين يحتاجون إلى نوع من الصدمة سواء نفسية أو حتى حزم إذا صح التعبير فسر ليها شلون تكون هذه الصدمة أو الحزم؟ صدمة من وين وحزم من مين؟ من الإدارة كل العمل هذا لازم يكون من الإدارة للمدرب الجهاز الفني بالكامل حتى اللاعبين يعني فيه عدم رضا على أغلب اللاعبين الموجودين في تشكلة الهلال فبالتالي أنت كيف تعيد توهج الفريق بالشكل الكامل؟ أنك أنت تعيد الثقة في اللاعبين البدلاء للمصابين سواء نواف العابد سواء نشلهه باليوم سواء بعض اللاعبين اللي يدخل في أدمغتهم أنه غياب إدواردو هذا خسره مشياه كثير انسى إدواردو هذا فكر في فريقك اليوم أنت أمام فريق لا زال الأول في سلم الترتيب ولا زال الأوفر حظ أن يكون بطل الدوري فبالتالي مجمل الحال في الهلال يحتاجون من إدارة الأمير نواب بن سعد وأنا أعرف الإدارة هذه جيدا والهلالين يعرفون إدارتهم بشكل كويس إدارة لا تتحدث إلا ما ندر ما في أي حديث إلا داخل النادي هذا شيء معروف بخلاف الأندي أما احترام متقدير للأندي الثلات عشر الباقي إدارة الهلال تتكلم بهدوه وتعمل بصمت وتعرف إيش تبغى من الفريق لا زالت إدارة الهلال عارفة أن الفريق بستة وثلاثين نقطة صحيح أنه في موقف صعب وفي اختبارات قوية جدا حتحصل للهلالين في التسع جولات المقبلة لكننا أعتقد إدارة الهلال قادرة أنها تعيد وهج الفريق مرة ثانية بشرط الصدمة اللي أنا قلتها في بداية كلامي والوقوف والحزم مع أكثر من اللاعب موجود في تشكيلة الفريق وأول واحد اللي على رأس الهرم إدياز إذا تحدثت مع هذا المدرب وأعدته للطريق الصحيح صدقنا الهلال حيكون في الطريق إلى تحقيق الدولي أما إذا استمرت نفس الإشكاليات سواء مع تخاذل بعض اللاعبين لا نقول تخاذل خلينا نقول تهاون هبوط مستوى ومع قناعات لا زالت مش متغيرة مع إدياز قلت لك قبل كذا في فترة في حلقة سابقة قلت لك في مباراة أحد في المدينة أنا ما أعتقد أنها كانت مقياس لكن أعطت بصيص من الأمن أن الهلال ممكن يكون ينطلق ويحقق النقاط المتبقي اللي شفناها العكس خسر نقاط كثير آخرها كانت أمام خصم شرس الاتحاد الهلالين كانوا عارفين أن مباراة الاتحاد كانت صعبة وممكن تنتهين يكونون خسرانين وممكن يتعادلون ولو فازوا أتوقع أنهم كانوا يتوقعون يفوزون بصعوبة الفوز ما تحقق اللي باقي على الهلالين الآن مهمة كبيرة جدا تتمثل في إدارة الهلال والتركيز الكبير على المدرب واللاعبين اللي ما يقدمون المستوات الجيدة الفترة الأخيرة عدل الملحم يعني التي التي تحقل شفناها ok